نعود إلى أصل الأمازيغ من أين جاءوا وما علاقتهم بالشعوب القديمة وأصل لغتهم مثلا نعم الأمازيغ هم مثل جميع شعوب العالم لهم أرض لهم جغرافية ينتمون إليها ويستقبلون فيها كل أنواع الوافذين من جهات مختلفة إذا جاءوا مسالمين ويحاربون أيضا الذين لا يأتون مسالمين فالقول من أين جاء الأمازيغ يفترض أصلا أن هذا الشعب من مكان آخر وهذا غير صحيح لأن في هذه الحالة علينا أن نسأل من أين جاء الصينيون إلى الصين من أين جاء العرب إلى جزيرتهم ومن أين جاء المصريون إلى مصر إلى غير ذلك وكل شعب أول ما تتحدد به هويته هو الجغرافية وهذه الجغرافية هي التي يصنع عليها تاريخ هذا الشعب من خلال الأحداث الهائلة التي تمر ومن خلال الممتلكات الرمزية المادية وغير المادية التي ينشئها هذا الإنسان على هذه الجغرافية فجغرافية الإنسان الأمازيغي هي ما يسمى اليوم بتمزغة وتمزغة هي أرض الأمازيغ أي تمتد من جزر كناريا التي تقع في المحيط الأطلسي الآن في أقصى الغرب إلى واحد سيوى بمصر لأن واحد سيوى بمصر أمازيغية وفيها 27 ألف نسمة يتكلمون الأمازيغية إلى اليوم وهناك أمازيغيون كثيرون من المغرب يذهبون إلى مصر ويقطعون 800 كيلومتر ما بين القاهرة وواحد سيوى لكي يزوروا سيوى ويزوروا معهد الإله أمون الذي هو من أعظم الآلهة المصرية القديمة في الحرب اللي بناها الأسكندر الأكبر هو اللي بناه في هذه الواحدة فإذن جغرافية الأمازيغ تمتد من جزر كناريا إلى واحد سيوى بمصر شرقا ومن الضفة الجنوبية للمتوسط شمال إفريقيا إلى ما يسمى ببلاد ساحل بمعنى عمق الإفريقي جنوب الصحراء وأذكر هنا مالي وموريطانيا والنيجر وبوركينفاسو هذه دول كلها فيها الأمازيغ وزائد ما يسمى بالطوارق يعني الشعب الصحراء والطوارقي هو شعب أمازيغي أيضا وهم الذين علمونا كيف نكتب بتيفناغ أي بالحرف الأمازيغي العريق لأنهم الذين حافظوا عليه بفضل الصحراء لأنهم كانوا منعزلين في الصحراء فحافظوا على أشياء فقدناها نحن المغاربة والجزائريون والتوانسا والليبيون بسبب احتكاكنا بالحضارات المختلفة وبسبب صراعنا مع الأجناس المختلفة وتمازجنا معها الطوارق بقوا في عمق الصحراء وحافظوا على هذا الحرف العريق الذي يعود إلى أربعة آلاف سنة من أين جاء هذا الحرف؟ يعني أنا حين أنظر إلى اللغة الأمازيغية أرى طبعا أنها لغة فريدة من نوعها لا يمكن بسهولة مقارنتها بلغة أخرى أو بحروف أخرى بس أحيانا ممكن أن نشوف حرف يشبه اللاتينية حرف يشبه الأرامية ما هو أصل هذه اللغة؟ حرف تفينا هو من أعرق الحروف الموجودة في العالم لأنه يعود إلى أزيد من أربعة آلاف سنة ووريتناه عن الأمازيغ الأجداد منقوشا على الصخر وبقي شاهدا على وجودهم إلى الآن لأن في المغرب مثلا توجد مواقع أتارية تحمل هذه النقوش الصخرية العريقة حيث تجد بجانب رسم الإنسان والحيوانات القديمة تجد أشكال الحروف التفيناغ التي هي من حيث شكلها الهندسي دخلت في منشآت كثيرة مثل المعمار ومثل الزربية ومثل الوشم ومثل زخرفة الأثواب والأواني المنزلية وغير ذلك دخلت في الحضارة شمال إفريقيا ونجدها في المعابد القديمة وفي القبور القديمة ثم نجدها أيضا في النصوص القديمة المنقوشة فمثلا تجد نصا بالأمازيغية القديمة وبحروفها التفيناغ بجانب نفس النص بالحروف باللغة البونيقية لكانت لغة قرطاجة فمثلا هذه من أعرق الأطار الموجودة في شمال إفريقيا لأنها تحمل لغتين وبحرفين على نفس الفضاء وهذا يدل على التمازج الذي كان بين الأمازيغ وغيرهم فاللغة الأمازيغية هي معجزة حقيقية لماذا؟ لأن كل اللغات التي عاصرتها انقرضت انقرضت اللاتينية وانقرضت الفينيقية وانقرضت الفرعونية القديمة وانقرضت الحميرية والسبائية والكنعانية والسوريانية هذه كلها لغات عاصرت الأمازيغية التي كانت في فضاء شمال إفريقيا وهذه اللغات كانت لغات حضارات وكانت لغات كتابية وانقرضت بينما الأمازيغية كانت لغة محكية شفوية أكثر مما هي مكتوبة ورغم ذلك صمدت وهذه يعتبرها علماء اللسانيات من المعجزات وتفسير هذا هو أن تقافة المقاومة عند الأمازيغ جعلتهم يتحصنون في الجبال المنيعة سواء في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر أو في المغرب تحصنوا في الجبال أو في الصحراء مثل ما هو شأن طوارق فبقيت لديهم اللغة محفوظة والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها محفوظة كذلك فشكلت هذه الجبال المنيعة مثل قلاع لغوية وثقافية وحضارية حفظت لنا على هذه اللغة زائد بالطبع تجدر هذه اللغة في فضائها السوسيوثقافي الذي جعلها تستعمل في إنتاج الحياة اليومية وفي إنتاج الأمبراطوريات وبناء الأمبراطوريات السياسية لأنه مثلا عندما نأخذ الأمبراطوريات الأمازيغية العظمى مثل المرابطين والموحدين والسعديين والمارينيين وغيرهم ومثل برغواطة مثلا التي استمرت 450 سنة سنجد بأن هؤلاء الأقوام الأمازيغ كانوا يعملون يوميا بلغتهم الأمازيغية حتى العمل الجيش وحتى تنظيمات وغير ذلك الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كانت بالأمازيغية فهذا الاستعمال اليومي للأمازيغية جعلها تبقى إلى اليوم نظرا للحاجة إليها ولم تبدأ تتعرض للخطر إلا بتأسيس الدولة الحديثة التي بدأ فيها شيء جديد في السياسة يسمى برنامج التعريب وهذا سنأتي إليه في حلقة خاصة عندما نتحدث عن الأمازيغ اليوم أمازيغ اليوم نعم